بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الاستراتيجية احتياجات المقياس المتوازن للأداء تتمثل احتياجات المقياس المتوازن للأداء في رقم 1 دعم والتزام الإدارة العليا والتنفيذية 2 وضع استراتيجيات قبله للتنفيذ ثلاثة وضع أهداف متصلة بعلاقة السبب والأثر أربعة وضع مقيس متوازنة خمسة مشارقة الموظفين مزايا المقياس المتوازن للأداء تتمثل مزايا المقياس المتوازن للأداء في واحد مواءمة الأغراض قصيرة الأجل بالاستراتيجيات طويلة الأجل اثنين مواءمة الاستراتيجيات العامة بأهداف القسم والأهداف الشخصية ثلاثة إيجاد التركيز الاستراتيجي على أوجه الأداء السابق أربعة تنفيذ الأداء المالي من خلال الأداء بوضوح للمحركات غير المالية خمسة تقديم الرقابة الاعتيادية وإعطاء التحذير المبكر للمشاكل قبل تأثيرها على الأداء المالي ستة إنشاء حلقة التغذية العكسية للتعلم ولتحسين فعالية الاستراتيجيات الحالية سبعة تمكين الإجراءات لعمل التحسينات تمانية تسمح للمقارنات لتكون في أفضل درجة أداء تسعة تساعد في التواصل عشرة التركيز على الأصول الملموسة وغير الملموسة ترجمة نانسي قنقر